مرحبا يا ربما كيفكم؟ اليوم سأتركوا فيديو جديد من قناتي اسراء غامر اليوم سأترك معكم اليوم سأترك معكم سأترك أي فريق أنا سأترك بتحديد Zero Gravity هل الفريق الأحمر أو الفريق الأزرع قبل لا تنسوا أن تشتركوا في القناة لو لا تنسوا إشتركوا في القناة فعلوا كمان زر إشارات اضعوا لايك اضعوا لايك اضعوا لايك لا تنسوا لايك سأتركوا إنسان يفرح اللي هي أنا يب لا تنسوا شخص يفرح اضعوا لايك هل سأتركوا نبدأ أي فريق سأتركوا هذه السنة دعوني أعمل مقدمة صغيرة لكي تفهموا الناس الجديدة على القناة سنة 2021 أول تحديد zero gravity كنت بالفريق الأزرع تحديد فريق الكهرباء فريق فريق الأزرع وفزنا يا جماعة الحمد لله لأنه بتحديد zero gravity كنت بالفريق كنت بالفريق الأزرع والحمد لله سنة الأزرع كنت بالفريق الأزرع والحمد لله سنة الماضي يختاروني PKXT من ضمن القائدين تبع الفريق لأنه طبعا كان في فريق أحمر وفريق أزرع واختاروا خمس يوتيوبرز من كل فريق عشان يكونوا هنا القائدين كأنه إحنا اللي منمثل الفريق فأنا كنتي جماعة هي أول عربية من القائدين حسني ما رح يكونوا قائدين بس كنت قائدية جماعة وحصلت على تي شيرت فيه اسمي وكثير ناس كمان حصلوا عليه يعني عطوني كود عطت لكم ياه عشان أنكم تحصلوا على القميص تلاحظون خليني أورجيكم فتذا هذا طبعا هو القميص تبعي ليكم مكتوب فيه استراء غيمر ولونه أزرع أما بالنسبة اليوتيوبرز اللي كانوا قائدين بالفريق الأحمر عندهم كمان قميص باللون الأحمر للأسف ما أخذتهم لأنه كنت كثير مشغولي السنة الماضية بزيروغرافتي عشان يعني أحط كودات تبع الأقميص تبع الناس ثاني والله ندمت يعني هالسنة ظنرت يكونوا كمان قائدين بس لأسف ما فيه المهم فهالسنة يا جماعة احترت كثير لأنه مغرف هالأضالة وفية اه سنة الماضية عفكة خسرنا يعني فاز الفريق الأحمر لأنه السنة اللي قبل فزنا فريق الأزرع وبعدين فاز الفريق الأحمر فهالسنة أعتقد رح يفوز كمان فريق الأزرع لأنه زي هيك أزرع أحمر أزرع أحمر أزرع أحمر زي أزرع أحمر زي هيك رح يفوز الآدم يفوز الفريق اللي بده اوكي بس نحن نبدل كل جهدنا إن شاء الله نفوز هالسنة من جد يا جماعة هالسنة خلص رح أكون رح ضل قائد يستهرعنا الليل كله بس عشان يفوز فريقي فأنا هالسنة كتر حيرانة هل أظل وفي الفريق الأزرع التباعي يعني ما بيهم هالالأفوز ولا لا المهم أظل وفي الفريق تباعي الأزرع يعني ما في نهيك يعني أتغير فجأة هالسنة أصير فريق أحمر أو يعني أغير وأصير بالفريق الأحمر لأنه كل الناس يعني أكيد ستغير لأنه خلص تفشتوا صح فبتكون تصيروا فريق ثاني فاحترت كثير سألتكم يا جماعة باليوتيوب سألتكم كم مرة بالفيديوهات كمان حملت يا جماعة تفشتوا في المح Jae خطرت الأحمر الأول لأنه بعرف أن solid يختاروا الخيار الأول يعني خطت الأحمر هو الأول مع زرق هو الثاني فاخترته يا جماعة ال فريق الأزرع الحقيقي نظرت كأن الware الـ 71% تصويت 71% وعندما يعني شخص الإيج virgin أو يقع اللياح والأزرق للأبد إنه team votes forever يا جماعة في ناس من جدر يضعوا فيه الفريق الأزرق فيا جماعة أنا احترث بس مع إنه كل المتابعين يحبوني يكون بفريق الأزرق فأعلن رسميا عن ضمامي للفريق الأزرق فيا يا جماعة حصني حكومة فريق الأزرق استراحة كثير متحمسة عشان يعني سنة ثالثة من فريق الأزرق استراحة متحمسة حتى لو خسرنا حتى لو فزنا ما بيهم المهم حكومة فريق الأزرق ما بيهم المهم أتمنى أنتو كمان اوه واو شوفوا ما ضلت إنه هاي الشغلة بتعمل زي هي حلو فأتمنى أنتو كمان تنضموا للفريق الأزرق عشان تساعدوني نفوز يعني نحقلكم خطة طبعنا فالخطة يا جماعة عشان نفوز هذه السنة وعشان فريقي فوز هو إنه كلكم يا جماعة اللي عم تتفرجوا على هذا الفيديو انضموا للفريق الأزرق اوكي بليز يا جماعة بترجعكم اللي عم تشوفوا هذا الفيديو اللي عم تختاروني شي بالعكس وانضمتوا فريق الأزرق واتبعتوا قائز الخطة اللي سيكون يعني كلنا اتحدنا وهيك أكيد رح نفوز فرح نخلي هالسنة فريق الأزرق أحلى فريق اوكي السنة ماضية كنت قائدة وللأصف ما قدرت أني سيطر على الخطة اللي كان بدي أعملها بس هالسنة حتى لو ماني قائدة بك اكس دي قالوا أنه الكل هالسنة لكل قائد الكل بيقدر يعني يعمل خطة الكل بيقدر يعني الكل مسؤول عن كل شي اوكي السنة الماضية لما كنا مسؤولة اوماي جاد بعد ما خسرنا اوماي جاد أجوني كثرت عليات بقول لي أنت السبب أنت قائدة ما خلتينا نفوز لا أكيد مش أنا كمان زيكم والله سنة ماضية ما استفدت من ولا اشي لما كنت قائدة الا اني يعني استفدت من اني التقيت بيوتيوبرز جداد التقيت بناس حلوة حضرت لحفلات حلوة حضرت لأفنز حضرت اشياء حلوة حصلت على تي شورت مكتوب في اسمي حصلت على فرص كثير انشاهدت اكتر شوي فاستفدت من هذو الشغلات بس يعني ما استفدت باشي زي ما بتظنوا يعني في بكي اكس دي يعني حصلت على سلطة عشان اخلي مين فوز لا بس خلينا اكمل لكم بالخطة واو احس نفسي كثير صريحي زيادة واو اوهي جاد لكم الصورة ما بتبين من هنا كوات ايش اوك هيها ما بتبين لو بعد ما ما بتبين اوك مهم فاوك ام يعني هالساني كلكم لو تشوفوا هذي الفيديو صيروا بالفريق الازرع اوهي شخص بتعرفوه سرون فريق الازرع يعني يا جماع لو كانوا الناس مثلا لو كانوا ثلاثة الاف شخص بالفريق الازرع فلازم احنا نكون اربعة الاف شخص بالفريق الازرع اوكي يعني لازم نكون اكثر من الفريق الازرع ونلعب ونعمل انشطة كل يوم ونعمل تشجيعات الفريق الازرع يجب ان اصبح تجمعات التي ساهدو فيها بس الناس من الفريق الازرع فهذه الخطة فكركم والتحديث توازي يجب ان نضمون الفريق الازرع عشان بالتحديث سأصير اعمل التجمعات كل يوم يعني كل يوم حفلة سألتقي فيكم انتو اللي تشوفوا هذا الفيديو سألتقي مع بعض يعني سأأجي عندي ونعمل يا جماع كأنه تجمع وحفلة ونأخذ صور مع بعض ونعمل تشجيعات الفريق الأزرق ونلعب مع بعض لأنها كيف نجمع نقاط يعني Zero Gravity كيف يفوز فريق يجب أن نجمع نقاط فريق كله يجب أن يتحد ونجمع نقاط كل واحد بفريق الأزرق يجمع نقاط كل واحد بفريق أحمل يجمع نقاط فكيف نجمع نقاط كيف نجمع نقاط هي أنه نلاعب بعض الألعاب التي تكون موجودة مثلا Crazy Run أي لعبة أو مثلا نزلوا ميني جيم جديد فتأكد أن يجمع نقاط أو لعبة جديدة فاللعبة الجديدة سنجمع نقاط فكأن كل يوم سنجمع نقاط لعبة الجديدة مع بعض لأن نقاط فريقا ونفوز فهذه الخطة امم بتمانا تكونوا فهمتوا الخطة حتى لو ألتلكم باختصار و بشكل غريب لكن عندما سننجمع التحديث بواعدكم سوف نشرح لكم كيف نفوز سوف نقاط خطة كثير دكية لأن نفوز سوف نقاط كل يوم سوف نقاط فكرة بعقلي سوف أكتبها وحاول أجمع أفكاري و أعملكم عنها فيديو لما ينزل التحديث بس هلأ اللي عليكم تعرفوا أنكم تفوتوا على الفريق يعني تكونوا من الفريق أزرق يعني ونضميتوا الفريق خلص هذه الخطوة الأكبر بس بعدين البائية علي وإن شاء الله نفوز لأن نفوزنا كلنا سوف نضعه على جوائز تخيلوا وفهمين ما بدوا جوائز طوالما سنجمع خلص هذه الفيديو أنا سأكون من فريق الأزرق أتمنى أنتم كمان تنضموا الفريق تبعي فريق كثير حلو اللون الأزرق حلو الناس بفريق الأزرق حلوين المهم أحبكم كثير guys اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة certo في الجنة شكرا